أنتم لا تنتمون إلى مكون ولا دين ولا إنسانية ولا عشرة حينما يكون لك قادة أو ما يسمونهم بالقادة يقابلون الأزمات بالتغريدات فوالله لله درك يا وطن وأزماتنا لا تشبه الآخرين لأنها مثل ما يقول أهنة الدك بالظلع لكن أنا قائلها وعلى أمر سنوات الفاشل يبقى فاشل وهناك مثل صيني قديم يقول من لعب بغير فنه تعب والسياسة تحتاج إلى رجال شجعان وتحتاج إلى اقتدار وتحتاج إلى فكر وتحتاج إلى هوية وتحتاج إلى انتماء لا تقعد بالليال يم العزبة وبالمضيف والصبح تطلع التغريدة لو الفجر تطلع التغريدة لو الفطور تطلع التغريدة أو لزمنا لو رعب اللي يقول لها تغرد ماشي غرد العالم كله يغرد بس الناس من تغرد تنتج قيمة بالتغريد مو شاذجات والمشكلة الكلة يغردون ضد الفساد والمشكلة كلهم يغردون من أجل الوطن والمشكلة كلهم يغردون من أجل استرداد الوطن كان الباقي الوطن ياخذ كوموشنات عشرة بالمية وخمسطعش بالمية ياخذ النازحين لماذا ضالين الفلوس لماذا تبطلون طبيعة هذا الخطاب المستهتر نعم أكررها المستهتر في خطاباتنا وكانكم تتراقصون على ذاكرة خاوية شنو الفساد شنو اللي باقي المال العام شنو اللي يسراق البلد حجي عمو شابو غيرتوا تقاسمتوا البلد قلتوا ليش بختلفين الان انسداد وانغلاق وادران أو طحاء على مود شنو على مود القيات على مود المالات فالنوب إذا كان هناك وقتا لكم أن تغردوا فاكتبوا ما ينفع الناس إن كان هناك وقتا لكم وسيمنا من هذه الخطابات المملة ست شر انتخابات وديمقراطية واجتماعات وطب فلان وقعد فلان أو رجع فلان وغرد فلان أو حجة فلان وبالتالي نطلع لنا بتغريدة لمحاربة الفساد والولد هم مقضوه كوموشنات وعمولات وصفقات وسمسرات ويطلعون عنها بتغريدات لمحاربة الفاسدين واستغلال المكون أنتم المكون شنو؟ أنتم لا تنتمون إلى مكون ولا دين ولا إنسانية ولا عشرة لأنه ليبوك أهل مو شريف وانتبقت أهاليكم فيكفي خطابات سمجة حقيرة أن تساق برة أخرى وأن نخاطب بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر